منين بدأت السياحة الداخلية شي شوية بدأت تدخل حلينا المحال ما خدمناش يعني زيان لأنه السياحة الداخلية شوية بحيلة ما 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 زعمتش باش تجي للريستوران على حساب هذا الوابع قالو غجاعة وتاني واحد لمدة شي شوية خرج واحد قالوا المدون تدو قالو ما 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 خدمناش ما خدمناش وتضرينها قالو تضرينها بزاف لأنه ما دخلتش سياحة الداخلية الصويرة وما ما 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 خدمناش ما خدمناش زعمات ديال المعقول ودبا كان 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 طالب أنهم بنسبة لها ديال التعويض نستفد منه كم حال أنا في اللا ريستوراشيون خاش سمعتون التعويض ديال كوفيد انو تنشوف اللي ريستوراشيون حتى هي دخلف في الفندقة الرو فاش مشينا قلنا في الكولا تليي lle قلناة كما لل ريستوراشيون الرو اللا ريستوراشيون عندها علاقة باليكلة ليَّا كيفية ديالناش ماذا دخلوش لا ريستوراشيون باش حنا ما نستفدوش هدي سي ب Ruby Chek نعناو لا ريستوراشيون عندها علاقة بالفندقة منين ما عندما تكون في الفندقة لا نقرأها في الوطل في الوطل تكون هناك 5 أو 4 أو 3 طوال تكون هناك في الوطل لأننا نستفيد من هذا التعويض لأن الناس ضرروا لكي لا يستفيدوا من هذا التعويض لأنه ضروري وضروري لأن الناس لديهم أصار لأن الناس لديهم أولاداتهم يجب أن تجدون مجدداً في الوطل مثلاً في الوطل كيف ستعيش هذه الأسرة في الوطل يعني كان طالب من الدولة وكان طالب من الناس الذين هم مسؤولين على هذا الشيء يشوفوا من جئ الناس على الوطل وما يشوفوا بالحق ديالهم سيضيعوا بزاف 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 نحن أرباب المطاعم تنهضر على السعيد المغربي تنهضر على السعيد المغربي كيفاش هاد الناس يقصونا من هاد الوطل اللي هو نعمل موحنا دخلين فيه لأنه كان واحد القانون للوصوة 61-0 اللي كتقول بين فون بارتي من قطع السياحة أرباب المطاعم حتى هما كيفاش ذال الوطل تنفونا منو بني احنا نعرفو مثلاً مشوا بعيد نمشوا مثلاً المدرسة ديالت الفندقاء اللي كتكون ناس اللي كي خرجوا من المدرسة تكونوا في تتتخرج لك دو سيجمان واحد ديال البرجما و واحد ديال الارستوراسيون كيفاش ليوم واحد ديال الارستوراسيون غادي يستفد من هاد الدعم ولا رستوراسيون ما يستفدوش منو وكتلقى في الداخل ديالواحد الوطل الي هما دروناها دخلوا فيو هاد الدعم هذا او تتلقى لوطل عنده مثلاً مواتين جوجوا تلاتى ديال المطاعم هادوك الناس ديال هادوك المطاعم في داك الوطيل ووادي هادوك ستفدوا منوه هلاش عنا ما نستفدوش منوه كان عود نسألوا هاش هاد المدرسة تلت لتافندقاء ديال الدولى ديال ديال الدولى إلا و معدّ كتت لت ديال الدولى كتحكم على وزارة سياحة وزارة السياحة خرجت واحد القانون اللي هو الألوال اللي قلت لكم واحد ستين point zero zero صفر صفر اللي إحنا دخلين فيه قانونين إلا هاد الناس بوين فيونا يقولوا هلنا منهار لول ما ندخلوش تحني للسياحة نعودو نشوفو ميهن أخرا أولا دوك الدرائب اللي كان نخلصو إحنايا كان نخلصو لتاكس للتفيات كان نخلصو لزنبو كان نخلصو لسنساس كان نخلصو واحد لما السالة وأحنا ميقرنوش حنا يا دي رستواران كلاسي مطائم لهم يا مقننين عندهم دلوال اللي هما تديرين بهم وليوم يقول لنا ما ندخلوش لا اسمي توا لا يوعقل كان طلب من السيدة وزارة وزارة السياحة والناس اللي هما معها في هاد الكميته دفعي ايكناميك يعودوا يراجعوا هاد الى دي سيون ديالتهم ويحاولوا الله يساسيهم بخير يعودوا يشوفوا النظار في هاد الديسيزيون هدي ويدخلونا معها لانو عنا مثلا انا كشخصيين هنا عندي 27 خدام غداولا بعد غداولا في هاد المطعم وعندي مثلا 15 ولي 16 شفو احد المطعم اخر وعندي واحد سعود ولا 12 شفو احد المطعم اخر راح عندي هادو ماشي ما عنديش يلاجع الله هاد الناس ما بغوش لهاد الناس هادك الدعم ماشي بغينا يعطوه لنا احنا بغينا يعطوه لخدامة احنا نخلصوا ليهم الكومالا ديال دكشي اللي جاهم في الشهرية د ولكن يقدروا باعتبروا باهاد الدعم هادا ويدخلونا معهم في فاسمسلو إلا هادرت على السوارة السوارة في 300 ريستوران حالة هاد 300 ريستوران جاو 3000 هما الناس مغاربة جاين من 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 اي مدينة غادي تقسم على هادك 300 ريستوران اذا هادك 300 ريستوران شحام واحد غيستفد واش كل واحد غاياخد طبلا واش هادو كل واحد غاياخد طبلا غادي قدرون نساعدوا الاجراء ديالنا باش نخلصوا ليهم واش نصالر ديالهم قالو انا حليت واحد مين با تلتيام سديت جاي لو دغوان سدي لان ما يمكنش لانا تموت الطالبات كتر من الناس اللي كانوا ستقبلوهم دونك باقي الحد الآن سدا ومن من اسوأ لادشي كامل كانوا سدو دونك تلقووا قالو را السياحة الداخلية غادي دخولتو تلقوهم من اسوأ سدو المدون قالو كيف في مدو الأوروبية كين الناس عايشين حالين حالي اللي غاسترون لازتو غيبتا ما كيتحكموش بالقوة ولا دا يعني هادو وابا أعلينا كاملين يعني كيف ما خاصنا نشجعوا سياحة كي خصكت شجعتا دوك اللي نغمال مرأة السياحة شحال ازاد ديال را النص ديال الاقتصاد روا السياحة نغمال مرأة السياحة هزا كل شي دونك قاعد الاقتصاد هزا يعني باش تمنع عليها باش تمنع عليها دونك كتقولك والا احنا عطناكم هادو 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 سياحة داخلية جي شوية كتقطعليك كتقولك لما سياحة داخلية را ما كيناج دونك كينوا بأف مدينة تنجا كينوا بأف مدينة فاس غنقطعو لزيارات ما بي المدن المشكل اللي هو كبير وحنا دابتا نعانيوا منه كأجراء وتتعاني منه واحد الفئة ديالأجراء المطاعم والمقاهي ومشكل اللي هو عام للقطع السياحي كله هو انهو ما كينينش الكليان الكليان ما زال ما عندوش هادك النفسية باش غادي يجي ويقوموا بالاستجمام ويضوروا في الريستوران ويجي وياكلوا وهذا سبب واحد ضرر لي هو واقع وهذا المشكل اللي زادنا مشكل كبير هو انهو في القرار الاخر ديالجنات اللي يقضى اللي متعاد فيه لبعض من واحد تعويض اللي هو جوزافي في الفين درهم تستثنوا منهو الأجراء ديال المطاعم وديال المقاهي هنا تنشوفوا بانهو دي هاد الفئة دي اللي غادي تكون غادي تكون على واحد ضرر لي هو كبير وضرر واقعي بنا احنا نعرفوا ما هو المقال ديال هاد الناس هادو كيفاش غادي عيشوه كيفاش غادي ضبروه الظروف ديالهم الاجتماعية لانهنا يا غادي نقعو في واحد الكاريتة اللي تقدر تكون كاريتة انسانية احنا هنا في مدينة الصورة عندنا 300 مطعم تقريبا عندنا كتر من 400 مقه لان الاقليم ديال الصورة يعتبر تاني اكبر اقليم في المغرب لهذا احنا تنطلب من الجهة للمسؤولة ولا الحكومية ولا الوزارة الوصية انها تحاول تعاود النظر في هذا القرار اللي استثنت فيه لأجراء ديال المطاعم وتنتمنى وانهو ملتفتوا لهذا الفئة لانه راي لا بقى هذا القرار غادي توقع واحد الكاريتة اللي هي انسانية الناس را متضررين جدا جدا ما تنساش تابونه فلاشين وتاكتفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس